جايه قصة لسه لم تحل اللاعب بشكل طبيعي زي وزي باء اللاعبين ودي عندي أصلا اعتراض على قصة قائمة الانتظار لكن هي موجودة وتطبق فموجودة على قائمة الانتظار لأنه لم يتم التوصل الاتفاق ولا هو حب أنه يمشي ولا الأهل يعرف يقنعه أنه يمشي اللاعب عايز كامل مستحقاته ويمشي الأهل يعايز يدي له نسبة بالاتفاق واللعب رفض قلت لكم من فترة أنه قدم أو بدأ يوكل محامي علشان يتواصل مع الفيفا وياخد مستحقاته كاملة ويفسخ تعاقده لكن القصة دي بحسب الأهلي وبحسب مقربين من اللاعب نفسه قدوله مش هتحل لك مشكلة كده كده هتقعد لغاية نهاية الموسم وهتاخد نسبة لكن الأهلي لن يعاقب بأنه يدفع لك ويمشيك ولو حصل بقى يحصل بعد سنتين ثلاثة فهتكون انت ضيعت على نفسك موسم فدلوقتي فيه محاولات لحل الأزمة والأهلي بيحاول يتحرك فيها بقالوا فترة الأهلي كان دفع له مقدم التعاقد بتاع السنة الأخيرة اللي هنا أقصاله 216 ألف جنيه أو ما يقرب من 220 ألف دولار عفوا وهو أصلا عقده السنة اللي جاية 900 ألف دولار إلى جانب أنهما تدلوا مكافئة التلفز بدور الأبطال عشان يمنعوا أي محاولة من أجيه أنه يعمل مشكلة بشكوى للفيفا اللي حصل دلوقتي أن الأهلي اجتمع من جديد مع جونيور أجيه وقال له احنا جايبين لك عرض من أهلي تارابلوس أنك تمشي في يناير أو أنك ممكن تمضي من دلوقتي وتروح الموسم هيبدأ الموسم هناك لتسة ممكن تنضم وتقيد اللاعب قال للأهلي طب خلوها 48 ساعة أرد على الموقف ونشوف بعد كده إيه اللي هيحصل بما أنه النادي ما زال مهتما وإحنا كأهلي عارفين أن أهلي تارابلوس وقت ما انت توافق هيبعت لنا عرض عشان تنضم تعالوا نستعرض مع بعض الكواليس القصة أجيه حتى الآن بحسب مصدر في الأهلي يعلم جيدا أن تحركه اتجاه أي شكاوى حتى بعد توكيل محامي أجنبي بمقاوضات الأهلي سيغلق أمامه أي باب للتفاوض يعني مش تعرف ساعتها تحلها معنا وديا فهدي القصة بتاعت المحامي دي المسؤول في الأهلي قال لنا أنه عقد أمس جلسة مع أجيه وأختره بإمكانية توفير عرض من أهلي تارابلوس الليبي اللي أبدى في وقت سابق اتمامه باللعب أجيه يمكنه أن يقيد في صفوف أهلي تارابلوس الآن وتنتهي الأزمة بأنه ياخد نص مستحقاته اللي هي إلى جانب المتين وستاشر ألف دولار ياخد متين زيهم فيبقى نص المستحقات عن الموسم القادم ولكن بالتقسيط ده اللي بيعرضه الأهلي دلوقتي على أجيه وأجيه من جانبه لما سألنا مصدر مقرب منه قال لنا أنه المحامي بتاعه قال له أن شكوتك مش هتبقى في صفك يعني مش هتعرف تفسخ يعني هتفسخ تعقودك لكن من الأهلي مش هتضرر بالعكس أنت مستحقتك هتجيلك بعد موسم أو اتنين فهتبعد أنت الأزمة أو هتبقى الأزمة عندك أنت مش عند الأهلي اللاعب عنده تمامه 40 ساعة يرد على العرض الليبي اللي بيقوله عليه الأهلي المصري لبدء التفاوض مع أهلي ترابلس وإمكانية حسم الصفقة وقيد اللاعب في صفوف الفريق كنت لتلكم أنه خد 25% من مستحقاته وقبل كده لها مقدم التعاقد وخد كمان مكافئات دوري أبطال إفريقيا اللي توج بها الأهلي في النسخة الأخيرة